اعترض موكبه من دون خوف ووقف في طريقه حالماً في أن يجد البساط السحري الذي ينقله سريعاً إلى ذروة آماله وطموحاته لكن ما أحدثه الحارس الشخصي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان غير متوقع وفتح الباب أمام تساؤلات استثنائية لم يأتي الرد عليها إلا في اليوم التالي رد جاء من نوع خاص فما القصة؟ يتحرك مسرعاً من أجل اللحاق بمسؤوليات الجمة وأمامه حارسه الشخصي الذي يبعد عن طريقه كل خطر محتمل فلا يقوى أحد على إيقاف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أو حتى اعتراض طريقه لكن ذلك الصغير كان على موعد أمام عدسات الكاميرات لعرض مطالبه على مسامع ولي الأمر وله كل الحق في تدبيرها من عدمه صغير كان يحمله والده على زراعه استوقف المشهد الأمير محمد بن سلمان الذي باغتهما مبتسماً بتلبية أي نداء مهما كانت قيمته وكأنه أعطى الأمان للصغير الذي حاول استغلال الموقف سواء كان ذلك بتوجيه من أحد أو من دواخله الشخصية عندما طالب بن سلمان بالحصول على سيارة من نوع مرسيدس أحدث مودال وأثناء الوقوف لالتقاط صورة تذكرية جمعة الأمير والرجل السعودي ونجله البسيط خرجت الكلمات من فم الصغير أبغي مرسيدس هنا ابتسم بن سلمان أكثر وكأنه أدرك حقيقة ما يحدث قرر أن يحقق مراد الصغير من دون أدنى تفكير قائلاً تبغي مرسيدس أبشر في الوقت ذاته عبر الحضور عن دعمهم لذلك الموقف الذي اتخذه ولي العهد وتصاعدت أصواتهم التي تدعو بالتوفيق والسداد لخطواته لمستقبل أكثر رفاهية لبلاد الحرمين وشعبها وقبل أن يركب بن سلمان سيارته وجد في طريقه صغيراً آخر اكتفى بالسلام عليه ولم يرغب في أكثر من ذلك وبعدها انتهى الموقف وغادر الأمير أدراجه وما هي إلا دقائق قليلة وجرى تداول مقطع الفيديو عبر الكثير من منصات التواصل الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية وثارت العديد من التساؤلات هل سيتحقق مراد الصغير من عدمه ساعات أخرى كانت كافيتان من أجل إثبات حقيقة حلم الصغير بعدما رصدت عدسات الكاميرات وصول سيارة ميرسيدس أحدث موديل إلى بيت الصغير الذي طلبها علناً من ولي أمره وما إن احتفل الصغير بالسيارة التي جاءته هدية من الأمير محمد بن سلمان أعلن والده بشكل مفاجئ أنه تبرع بقيمة السيارة من أجل دفع دية كانت واجبة على أحد الأشخاص وذلك على هامش ظهور الصغير ووالد في مقطع فيديو مصورين بثه الأمير نايف بن ممدوح بن عبد العزيز آل سعود عبر حسابه الرسمي على تويتر بجانب السيارة برأيكم هل كان مشهد تصوير السيارة أثناء تقديمها إلى الصغير في مدينة تابوك هو السبب الحقيقي وراء التبرع بقيمتها من أجل دفع دية أحد الأشخاص الواجبة عليه؟